اهلا بيكم في كايرو دار النهاردة هنتكلم عن ضغط الدم طبعا ما فيش بيت ما فيهوش كلمة ضغط دم ما فيش بيت ما فيهوش جهاز ضغط دم عموما هنبدأ يعني ايه ضغط دم اولا الدم لازم يبقى فيه ضغط اه لازم يكون فيه ضغط ليه؟ لان الضغط الدم يمر من القلب عبر الشرايين الى وعية دموية دقيقة تسمى شعيرات دموية الدم سائل لازج اه لازج يعني ده بيعدي في الشعيرات الدموية الميكروسكوبية اه يبقى لازم بدخط احنا لو معنا قلم وبنكتب بالقلم كده وبعد كده جينا ورفعنا القلم لفوق عشان نكتب اه مش هيكتب ليه؟ لان انا لازم اقلب القلم عشان الحبر يبقى لي وزن يضغط على الكورة بتاعة القلب ويبدأ يبقى فيها حبر ويبدأ يكتب بنفس الميكانزم ده لازم الدم يبقى فيه ضغط داخل الاوعية الدموية عشان يقدر يمر من القلب عبر الشرايين الى الشعيرات الدموية ويمر من هذه الشعيرات الدموية الميكروسكوبية الى الاوردة التي تعيده الى القلب مرة اخرى طيب يبقى من حيث المبدأ لازم نعرف ان الدم لازم يكون فيه ضغط طيب ضغط الدم ده تعريفه ايه؟ هو عبارة عن الضغط الذي يحدثه الدم داخل الشرايين او داخل الاوعية الدموية التي توجد في الجسم طيب لو أنا عايز الضغط الإنقباضي والإنبساطي لا يبقى إحنا نتكلم عن ضغط الشرايين الضغط الشرايين ده هو الضغط الذي يحدثه الدم على الجدر الداخلية للشرايين القريبة من القلب قريبة من القلب يعني إيه؟ يعني المتفرعة من الشريان الأورد طيب ينفع من الشريان الرئوي؟ آه في ضغط في الشريان الرئوي بسهولي جدا من 15 إلى 35 مثلا جي أتش لكن لما أقول ضغط 120 على 8 أنا كده على طول بتكلم عن الضغط في الشرايين المتفرعة من الأورد طيب الضغط ده عندنا نوعين في ضغط الدم الإنقباضي اللي الناس بيسميه سيستوليك والضغط الإنبساطي اللي الناس بتقول عليه داياستوليك السيستولي بلاد بريشر دوت أو الضغط الدم اللي بنقول عليه إنقباضي هو الضغط الذي يحدثه الدم داخل أوعية الشرايين أو داخل على جدر الشرايين القريبة من القلب عند إنقباض البطينين طيب ضغط الدم الإنبساطي هو الضغط الذي يحدثه الدم على جدر الشرايين القريبة من القلب عند إنبساط البطينين وكأن الضغط موجود قريدي في الشرايين لما ينقبض البطاينين يزيد الضغط لما ينبسط البطاينين يقل الضغط يبقى عند انقباض البطاينين حنقول عليه مثلا 120 عند انبساطها يقل يبقى 80 يبقى لم عشان كده لما اجي قائس ضغط الدم بنقسه برقمين الرقم الفوق الكبير ده بنقول عليه السيستولي وضغط الدم اللي هو الانقباضي لكن الانبساطي الصغير اللي تحت طيب لما اجي اشوف مقياس ضغط الدم اه مقياس ضغط الدم ده الناس كلها تعرفوا ايه ساعة بيسموه اسفجمو مانوميتر اسفجمو مانوميتر ده المقياس بتاع اللي بنقس بي ضغط الدم لما اجي قائسه يبقى انا ده جيب الشريط بتاع الجهاز بيلف على الجزء العلوي من الزراع وبعدين نبدأ نزود الضغط عن طريق الجزء الخاص بزيادة الضغط طيب لما نزود الضغط في سماعة طبيب موجودة داخل هذا الجف او الشريط واجي اسمع انا بضغط الدم كده هعدي مثلا لغاية 120 130 طب انا سامع حاجة لا لو سامعي بها عالي شوية طب مش سامع خالص يبقى ابدأ انزل الضغط وانا بقلل الضغط اول تك اسمعها بالستيسوسكوب او بالسماعة بتاعت الدكتور اه يبقى انا هنا هبدأ اعرف ان ده اول صوت اسمعه ده بضغط الدم الانقباضي اشوف درجته عند كام عندي الشباب تقريبا باللاقي 120 طب لما نفضل نقلل هفضل سامع وانا بقلل سامع 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 اول ما يختفي الصوت اقفل وابص على طول في وقتها اه يبقى هنا نزل لغاية قد ايه الزئبق اللي موجود في الانبوبة اه هلاقي نزل برضو عندي شباب بيبقى حوالي 80 اللي بنقول على الضغط الانبساطي بس ده كلام لازم يعمله حد متخصص يعني لازم يبقى دكتور لازم يبقى ممرض او ممرضة لازم حد بيعرف في الضغط مش اي حد يفهم الكلام اللي انا قلته ده اه يعرف ايه الضغط كويس خالص بالعكس ده ممكن يعمل مشاكل كتيرة وبالتالي مهمة اوي اوي ان انا لما اجي اسمع حد بيقول لضغط الدم ده 120 على 80 ابقى فاهم ان 120 ده عبارة عن الضغط الدم الانقباضي يعني ضغط الدم داخل الشريين المتفرعة من الاورطة والقريبة من القلب عند انقباض البطاينين لكن 80 ده هو ضغط الدم وبردو داخل الشريين المتفرعة من الاورطة والقريبة من القلب عند انبساط طب ايه ايه القريبة من القلب اه انا كل ما ببعد عن القلب بيقل الضغط يبقى بيفضل الضغط في اول الشريان الاورطة والفروح بتاعته من هنا تفضل كده 120 أقسه هنا 120 أفضل أبعد أبعد يقل لي يقل لغاية ما أجي في الشعيرات الدموية والأوردة ألاقي ضغط الدم عشرة بس طبعا لأن الشعيرات الدموية ما تتحملش ضغط الدموي أعلى من كده طب ولو زاد الضغط في الشعيرات الدموية تبقى فيه مشكلة الناس بيقولوا على ضغط الدم القاتل الصامت يعني إيه قاتل الصامت آه يعني ملوش أعراض يفضل كده حد عادي طبيعي ما فيه مشكلة مش مفيش حاجة تعباء وبعدين فجأة يقول لك الشعيرات الدموية ما تحملتش الضغط وتقطعت قطعت يعني يخرج منها الدم طب ولو خرج منها الدم آه يقول عليه ده انفجار في الشعيرات الدموية أو حدث نزيف طب نزيف يعني إيه آه ساعة الناس يجي فين عند الأنف هنا وفي وقت الصيف عشان بتتسع الشعيرات الدموية وبتاخد دم كتير ما تتحملش الاتساع أو يدو الضغط وبالتالي في ناس ممكن ينزل دم من مناخيره آه لكن دي مسألة سهلة ما فيهاش حاجة وممكن تبقى عدية عندي ناس كتير لكن ده لو حصل في الشعيرات الدموية المحيطة بالمخ آه هنا يبقى فيه مشكلة كبيرة وجامدة جدا لكن كمان ضغط الدم ممكن يؤثر أو يعمل على تكسير الخلايا وبالتالي يسبب جلطات وبالتالي الجلطة قد تؤدي إلى برضو مشاكل كبيرة لو ما تحلتش طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه ضغط الدم انقباضي ويعني ايه ضغط دم انبساطي وعرفنا ان الاجهزة اللي بتقيس ضغط الدم اسمها مخيز ضغط الدم منها الديجيتال ومنها المركيوريار اللي بنقول عليه الزقبقي ولكن الزقبقي يعتبر ادق من الديجيتال او اقل من الاجهزة يعني اكسر دقة من الاجهزة الرقمية وبالتالي معظم الناس ممكن تقيس بالجهاز اللي هي الزقبقي وده الاسهل والادق طيب لما اجي اشوف كيفية القياس احنا قلنا طبعا ازاي تقاس باستخدام جهاز ضغط الدم ودي مسألة سهلة لكن بنعرف ان احنا كأنه عند شريان بيمر فيه الدم وانا اضغط عليه قفلته مش سامح حاجة طب ابتديت افتح شوية اقلل شوية اول نقطة الدم تبدأ اتعدي كأن الضغط جوه الشريان قد الضغط اللي انا عامله برا يبقى هو ده السيستالك طب فضلت افتح وانا سامع الصوت يبقى انا كده بقى افضل اعادل من الضغط لغاية ما يتساوي الضغط جوه قد برا خالص اه يبقى هنا لما يبدأ الدم يعد من غير ما اسمع النبض بتاع الشرياني انا كده بتكلم في الدايستالك طيب الدم احنا قلنا من وظيفه انه هو بيحمي نفسه من الناس بالتجلط كيف تحدث الجلطة الدموية واميتاء طبعا الجلطة الدموية مهمة قوي يعني ايه يعني لو حدث جرح اتجرحنا تحدث جلطة دموية طب الجلطة دي بتحمل ايه لا دي مهمة جدا جدا اولا الناس اللي عندهم هيموفيلية يعرفوا قوي اه يعرفوا ان الجلطة مهمة جدا جدا هيموفيلية يعني ايه يعني الدم يفضل ينزف وما يتجلطش حكاية ان الدم ينزف يعني بيفضل يخرج من الدايرة لان احنا قلنا ان الدورة الدموية دورة دموية مغلقة طب ولما يخرج الدم يجرأ ايه ما الدم ينقص ايه المشكلة مش الدم ينقص المشكلة انه ضغط الدم يقل كان انا عندي بلونة وعملت لها ثقب فيها الهوى بيخرج مش مشكلة الهوى بيخرج ومشكلة الضغط اللي جوا بيقل طالما انا عملت فتحة في الدايرة اللي مضغوط فيها الدم طب ولما يقل الضغط اه ممكن يقل لدرجة انه ما نقدرش ندفع الدم لغاية المخ وبالتالي هنا يبقى في غيبوبة نتيجة لناقص الدم وديت فيها مشاكل بقى جمدة جدا ما ينفعش انها تحصل اصلا وبالتالي يبقى لازم الجسم يلحق بسرعة ويجي عند الجرح ويبدأ يسد الجرح ده يسده بايه؟ يسده بايه؟ الجلطة دي الجلطة دي مهمة عشان تمنع النسف وفي نفس الوقت تحفظ على ضغط الدم وكمان غير كده بتعمل على التقام الجرح الجرح لما بتتعمله جلطة وتسد المكان ده يبقى الخلاية بتبدأ تنقسم بعدها علشان تتجدد وتعود الجزء اللي ايه؟ اللي حدث فيه جرح تعيد عوامل حدوث التجلط امتى الدم يحدث له تجلط اذا تعرض للضغط والاحتكاك والهواء اه يبقى انا لو حدث احتكاك او ضغط جامد على الدم ولا انا بدق مصمر وجيد خبطت كده تتعمل لحتة زرق كده في مكان الخبط اه دي جلطة لو تجلطت كده لو حصل اي فريكشن مع اي جزء لو تعرض الدم اللي هاو حبتيني دم في قنبوبة يتجلط وهي كذا فدي بنقول عليها عوامل التجلط طيب لما اجي اشوف كيف تحدث الجلطة الدموية الحقيقة عند تعريض الدم للهواء او الضغط او الاحتكاك تتكون مادة بروتينية مهمة نتيجة لتكسير الخلايا اسمها سرومبوبلاستين السرومبوبلاستين دي تحتاج الى عوامل التجلط علشان تتكون وبالتالي هذا السرومبوبلاستين الذي يتكون في موضع الجرح المكان اني في الجرح ده يتعامل سرومبوبلاستين سرومبوبلاستين بيعمل ايه بنشط أنزين بيفرزوا الكبد باستخدام فيتامين كي بنسميه بروسرومبين البروسرومبين ده بيحول لي الفايبرينوجين وهو بروتين زائف في الدم إلى الفايبرين الفايبرين بيعمل شبكة شركة تسد الجرح تيجي الكرات تيجي الصفائح الدموية تسد هذه الشبكة فتتكون الجلطة الدموية لكن فيه سؤال دايما مهم قوي دايما نشوفه يقولك علل لا تحدث جلطة دموية داخل الأوعية الدموية الجراف ده بيقول لنا أن فيه دم ماشي زي الفل مش عامل أي جلطات وما إلى ذلك ليه؟ باختصار لا تتكون جلطة دموية داخل الأوعية الدموية لأن الدم يسير بسرعة منتظمة في اتجاه واحد داخل الأوعية الدموية الحاجة التانية أن الكبد يفرز مادة تسمى الهبارين تحافظ على البروسرومبن يبقى غير نشط ولا ينشط إلى السرومبن طالما موجود الهبارين تقولي بس لما بنتجرح بيتحول البروسرومبن إلى السرومبن آه هنا بيتقوق وبيتوقف عمل الهبارين الذي يفرزه الكبد وكأن الكبد بيعمل مادة تحدث الجلطة اللي هي البروسرومبن وبيعمل مادة تمنع الجلطة اللي هي الهبارين كمان الصفائح الدموية تنزلق عبر الأوعية الدموية التي تبطن بطبخة ناعمة جدا بنسميها اندوسيليم ودي بتعمل على انزلاق الكرات الدم والصفائح الدموية دون أن تتكسر آخر جزء معنا النهاردة هنتكلم عن الجهاز الليمفي جهاز الليمفي جهاز مهم جدا ده بنقول عليه الجهاز المناعي للجسم بيتكون من ايه؟ تكون من الليمف اللي زي الدم كده وعبارة عن سائل هو زي الدم لكن مفهوش كرة الدم حمر الحاجة التانية انه فيه أوعية دموية عشان تحمل هذا الليمف داخل هذه الأوعية وعقد ليمفية تكون الليمف طب لما اجي اشوف العقد الليمفية دي بتعمل ازاي واللمف هو ايه؟ الليمف عبارة عن سائل ينتقى عن ترشيح بلازمة دم وبه عدد كبير جدا من كرات الدم البيضاء طيب هذا الليمف بيتكون فين؟ بيتكون في العقد الليمفية عقد الليمفية زي مين؟ آه زي الطحال الطحال ده بيعتبر من أشهر العقد الليمفية بتعصر بلازمة دم العصير الراشح الناتج ده هو بنقول عليه البلازمة بتعمل كرات دم مبيضة بديتنشرها في هذه البلازمة فيتكون الليمف لكن الليمف ده بيحمل داخل أوعية بتسمى الأوعية الليمفية التي توجد على مسافات معينة من الأوعية الليمفية أو العقد الليمفية توجد على مسافات معينة من الأوعية الليمفية طيب هذه العقد الليمفية تكون الليمف الليمف ده هو السائل اللي تكلمنا عن تركيبه بيمر داخل هذه الأوعية اللمفية الأوعية اللمفية تحمل هذا اللمف إلى القلب عن طريق الوريد عن طريق الوريد الأجوف العلوي حتى فاكرين لما كنا نيجي نتكلم عن الطريق اللمفي يعني فيتامين كده كي دي اي فيتامين زي دي معاها الأحماض الدهنية والجليسين كانت تدخل إلى الوعاء اللبني الذي يحتوي على اللمف فيحمله إلى الوعاء اللمفي ويحمل الوعاء اللمفي اللمف إلى الوريد الأجوف العلوي إلى الأزين الأيمن للقلب وبالتالي دايما الجهاز اللين فيه بنقول عليه الجهاز المناعي هذا الجهاز المناعي علشان فيه كرات دم وبيضة كرات الدم البيضة بيقاليها أشكال وأنواع مختلفة ولما يحصل هجوم على الجسم من أي مايكروب بتبدأ تترتب كأنها قوات جيش بالزبط وقوات الجيش بترتب نفسها من قوات الاستطلاع من اللي تجمع المعلومات من اللي تشوف من المايكروب اللي داخل وتركيبه إيه وينهاجمه إزاي من اللي تشوف المادة السامة اللي بيفرزها المايكروب وتعمل لها أجسام مضادة علشان توقف عمل المادة السامة اللي يفرزها المايكروب ويحاولها إلى مواد غير سامة إزاي تحمي الجسم ما كان فيه جرح يعني فيه عدد كبير جدا من قرات الدم والبيضة تجري عند الجرح ده علشان دي كأنها قوات الكوماندوز اللي بتحمي هذا الجسم من الهجوم بتاع المايكروب عند هذا الجرح اللي ممكن أن يحدث للإنسان وبالتالي الجهاز اللمفي ده اللي احنا بنقول عليه الجهاز المناعي يبقى الجهاز المناعي ده عبارة عن كرات الدم والبيضة عبارة عن العقد اللمفية اللي بتعمل اللمف اللمف في عدد كبير جدا من كرات الدم والبيضة لكن دايما الناس بتعتبر اللمف ده الوسيط اللي بين الدم وأنسجة الجسم كأن الدم مش ممكن ينفع أن الدم يدخل داخل الخلايا لكن ينفع يبقى حوالين الخلايا السقل اللمفي ده اللي ممكن أن هو ياخد المواد الغذائية من الخلايا إلى الدم والمواد الضرورية من الدم إلى الخلايا كأنه الوسيط بالإضافة إلى أنه يعمل كجهاز مناعي ضروري جدا ومهم للجسم الحقيقة دي كان آخر جزء في الفصل التاني إن شاء الله دايما تابعونا مع كايرو دار إن شاء الله هتلاقوا إن إحنا بنعرض المنهج بتاعكم بشكل سريع جدا ومنظم جدا وفي نفس الوقت مش بيضيع لك وقتكو الجزء اللي إحنا ممكن نقعد نذاكره شابتر ممكن نذاكر النقل مثلا في كام ساعة لا إن شاء الله معنا حنقدر نذاكره في وقته قليل جدا جدا وشكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة